اعرفش اللي انا كنت مفسوطة قوي وانا بعمل الساعة دي انا اول حاجة عملتها هو اللون الابيض وبعد كده حطيت اللون الاسود بالشكل العشوائي دوت وبعد ديها حطيت تاني ابيض وحاولت تدمج ما بين اللي اتنين كده بدمجة عشوائية بسيطة وبعدين حطيت لون الاسود بالطريقة دي وبعد ديها حطيت لون رصاصي درجة معينة من درجات الرصاصي وبعدين حطيت اللون الابيض وتاني ابيض قبل اللون الاسود وكده بقى انا مليت الساعة بالكامل من الريزن وقعدت اصبت بقى الشكل اللي انا عايزاه وبعدها حطيت احجار بشكل مسلسي كده وردي لونها ابيض شفاف وعملتها من كذا اتجاه لحد مخليت ديزاين الساعة حلو فيها بقى حطيت الارقام بتاعت C بالكامل وزبطت بقى المقاسات بتاعتها لحد ما انتهيت منهم بالكامل وبعدها عملت بقى العقارب بتاعت C وزبطت كذا حاجة فيها وحطيت اللون الدهبي وهنا لما نشفت بقى كده نص يوم شلت الستيكر بتاعها من الجناب وكمان شلت الستيكر من الارقام والعقارب بتاعتها حطيتها وانتهيت بقى منها حطيت بقى حجر الساعة وشغلتها بجد كانت رهيبة وعلى كل رقم اساسي زي رقم الاثناشر والتلاتة والستة حطيت اسماء العيلة اللي هو اسم الاطفال والاب والام بجد كانت جميلة جدا من كتر فرحاتي بيها صورت بيها بكذا اتجاه وما تنسوش بس صلوا عن نبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد باي باي